الف مرحبه بكل متتبعي قناة سعاد دي بيك نشكر متتبعاتي الوفيات وايضا متتبعاتي الجدود الف مرحبه بكم كاملين لما شاء الله حلوة رائعة جدا مكونات سهلة وبسيطة وطريقة جد جد سهلة نتمنى من كل قلبي تعجبكم بسم الله وعلى بركة الله اول مكون غدي يكون البيض فغدي نحتاجو بيضة واحدة ونصف كاس دي السكر اذا بغيتو جيكم الحلوة نقصة غدي تزيدو تنقسم الكيميات السكر غدي نحتاجو رباح كاس دي الحليب بنسبة الحليب بارد غدي نحتاجو كاس ديال الزيت بنسبة للزيت زيت نباتي ودائما الكاس ما كان عمرو حتى الفوم دائما يبقى هكا ناقص واحد سنتيم بنسبة الكاس اللي عبرنا به المقدار ديالو مية وخامسة خمارة وحدة مفئة ثمانية غرام ممكن توضعو حتى الجوج خمارة غدي نحتاجو الجوج صاشية ديال كاكاو للمجموع ستشر غرام اولا توضعو هكا الجوج مع ديال كاكاو المور اولا تستعملو الكوبل اولا الشوكولات اللي كان عملو مع الحليب اللي يكون حلو ماشي مشكي وغدي نحتاجو الدقيق 400 غرام ديال ديال الدقيق ما يعادل جوج كيسا ونصف نفس الكاس اللي عبرنا به الزيت غدي نحتاجو حبيبات ديال الشوكولات في الابيض والاسود ممكن تاخدو غش شوكولات مربع يكون عندكم هكا في الابياض او في الاسود وتقطعو هكا بالسكين قطع صغاري وغدي نحتاجو هنا شوية ديال اللوز اللي هكا عندي مقطع بهات الشكل هذا هو مقطع عندي بالموس بنسبة اللوز هنا تقريبا هكاك واحد سبعات ديال الحبت هكاك قطعتو ببداك الشكل كما متاح في الصورة وندوز ان شاء الله لطريقة تحضر اللي ان شاء الله هتجيكم بسيطة وسهلة والحلوة ديالنا كتتوجد بسرعة فقنا غدي نوضع بيضة بالنسبة الاناء مش مشكل الاناء صغير او لا كبير مش مشكل بالنسبة الحلوة ديالي غدي نحصلو على 35 حبة ما شاء الله يعني حبتلي كبارين اذا بغيتو تحصلو على كمية على كمية اكتر فغدي تضعفو المكونات في الاناء وضعت بيضة واحدة مع نصف كز ديال السكر غدي نضيف عليهم كز ديال السيد او غدي نوضع اربع كز ديال الحليب بالنسبة اللي ما عندو حسستيه من الحليب ولا ما كيبغيش غدي اخوض اربع كز ديال الما ليكون دافي مع قهوات سريعة الدوابان او لا غير نصف اه اربع كز ديال الما بو حديتو غدي نوضع الكاكاو بالنسبة انا عملت الكاكاو المر جوج صاشيات يعني المجموع 16 غرام انتم ما عندكم الاختيار تستعملوا الجوج معالق اه من الكاكاو المر او الا الكاوبي اللي كيكون حلو غدي نخلط زيان زيان حتى ما يبقاش باين الحبيبات ديال كاكاو و غدي نضيف الخمارة بالنسبة انا وضعت واحدة من فئة 8 غرام ممكن توضعو حتى الجوج اذا بغيتو اه الحلوة ديالكم تكبر ليكم اكتر غدي نوضعو دقيق بالتدريج بالتدريج كدفعة اولى منذو نوضعوش دقيق مرة واحدة غدي نضيف اللوز اللي قطعتو بالسكين و غدي نوضع ايضا شوكولات حبيبات بالنسبة اهنا تقريبا عندي معلقة معلقة يعني ماشي كمية كتيرة فقط هكا باش يتخلط لنا مع العاجي و غدي نستمر بالاضافة ديال البقيق بالتدريج بالتدريج كيف قد لكم جوج كيسا ونصف ما يعادل 400 غرام وانتو ماء على حساب الخليط ديالكم بالنسبة انا اللي هجينة ما غديش ننخلطها بيدية بتتخلطوا بيدكم خلطوا انا خلطتها كب معلقة خشبية كيف كتشوفو كيتخلط مزيان مزيان واخير معلقة خشبية وما كنتعدبوش نهائيا الدقيق كنستمر بالاضافة ديالو بالتدريج بالتدريج كنضيفوهش مرة واحدة حتى كنحصلو عليها تلجينة اللي رطبة 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 وما كتلتسقش باليد يعني ما تفوتوش الدقيق يعني القياس اللي عديتكم الدقيق مع باقي المكونات يكفي اللي هجينة تكون خفيفة باش ان شاء الله تشوفو الحلوى اللي غدي نحصلو عليها شحال غدي تكون زوينة وشحال غدي تكون رطبة غدي ناخد واحد الورق ديال الفرن غدي نوضعوه على سطح العمل باش هكا ما تلسق مناش لعاجين اما ورق الفرن او لا بلاستيك اللي متوفر غدي تطلقو عليه غدي نرشو على اللي جينة ديالنا انا اخديت هنا يا معلقة ديال الكوبيل ودقيق خلطتم مع بعض باش ما يبقاش به اللي يدقيق بياد انتو ما عندكم الاختيار اما تطلقو بالكاكاو او لا بالكوبيل او لا بالدقيق اللي متوفر عندكم هكا يد تصرحو به العجينة ديالكم بنسبة العجينة ديالي غدي نصرحها هكا بيدية اما تصرحو بيديكم ولا بالمطلق مهم انا في الاول غدي نصرحها بيدية باش تشوفو يعني عجينة اللي كتصرح بكل سهولة حي تراد برد 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 با كيف نقول لكم يعني ماشي قاسحة اذا بغيتو تقسحو العجين فغدي تجيكم بحل صابلي تبغيتو تجيكم حلوة اللي رتيت با ولي زوينة فغدي تبعو المقدر اللي اعطيتكم وايضا في طليق ديالها ما تكتروش دقيق باش ما تقسح لكمش بعد ما سرحت العجينة ديالي تقريبا كنخلي واحد السمك هكاك نص سنتيم حتى لسنتيم يعني يكون مبغيتو تجيكم حليوات طالعة ما غديش ترقوك بزاف اه واذا بتجيكم رقيقة غدي ترقوه اهنا على الوجه بحل كناخد هكا شوية ديال شوية ديال شوية ديال كوكو عندي هكا مقطع صغيور صغيور هكا كنرشو وغدي نجيب واحد غيبش يبقى لي هكا السطح ديال حلوة باين غدي ناخد واحد المرشم اللي هكا يا دائري وخا تقطعو بالكاس تقطعو باي نوع ديال مرشم عندكم مرباع ولا مستطيل ولا على شكل قليب ولا على شكل وريدة شكي اللي بغيتو انا قطعت بهاد المرشم هادا بهاد الشكل هادا شكل دائري كان بقى نوضاع المرشم ديالي في الكوب اللي عندي مخلط مع الدقيق وكان طبع وخيكون غير دقيق بوحده غير باش هكا اللعجينة ما تلسقناشي في المرشم بالنسبة اللعجينة ديالكم اذا تهزت ماشي مشكلة وضعوها نيشا في الصينية اذا ما تهزتش ان شاء الله غدي نهيسوها بكل سهولة من بعد ما نكملو التقطاع ومن بعد ما نرشم كنجمع البقايا ديال العجين كيف كتشوفو عجينة اللي راطبة كتتحيد بكل سهولة ولهادا كنقول لكم ما تكتروش دقيق فش تكونوا تطلقو باش هكا اللعجينة ديالكم ما تقسحش وتجيل حلوة كلها بنفس الشكل وهنا من بعد الصينية ديالي فرشتها بالورق وهدي مبقى نهيس هكا حلواتي بشوية بشوية في الورق او لعلى البلاستيك كتهز بكل سهولة العجينة اللي الجوانب اللي بقاولي جمعتهم مع الكويرا اللي كنت خليت بالعجين وايضا بنفس الشكل غدي نطلق بيديا و هكا غدي تستعنوب لك اذا بغيتو نسبة اذا بغيتو الحلوة ديالكم تجيل قيقة غدي ترقو بتجيكم هكا عالية غدي ما ترقوش بزاف اللي بغيتو نسبة انا انتمنى السمك اللي كنخلي به الحلوة ديالي يكون واضح ديكم تقريبا نصف سنتيم وحتى وخا تخليوا السنتيم ودي تجيكم حلوة اللي رائعة رائعة جدا ايضا صرحت العجينة ديالي كم ماشتو وزعت هكا لها شوية ديال شكلاتو للمكسارات بنسبة المكسارات عندي الكوكو اللوز اللي هكا يمقطع وايضا كوكو حتى هوية هكا مقطع ستيتو ستيتو كم قنهيز الحلوة ديالي شوية ونحطها في السينية السينية اللي عندهم فرشة او لا تكونوا ضروري مدهنها بالزيت ولا بالزبدة غدي ندهن الوجه ديال الحلوة بالحليب ممكن تدهنه بابيض البيض او لا بالزيت اللي متوفر عندكم وغادي هكا توزع شوية ديال المكسارات اللي كيبقوا اختياري انا درت كوكا وكون كاسي وهكا وكوكا ويفيلي هكا عندي من توفرين فكل حليوك نوضع لها شوية شوية هدا هو الشكل ديال الحلوة ديالا بعد ما زيينها غادي نشعل الفران غير من التحت غادي ندخل الحلوة ديالي قياس عشرات دقايق الحلوة ديالي غادي نتافخ وتنشف من الوجه ديالها كتكون واجدة ما كتتعطلش نهائيا في الفران غير تشوفوها انتافخة غادي تشوفوها هي كتبقر طيطة تماما بحل كيك يعني غير هكا تشد راسها وتنشف غادي تحمروها شي شوية معلالوجه وغادي تخرجوها هدا شكيل ديالها بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفو كتنتافخ وكتجي تماما بحل الكيك نيشا عادي الصينية الاولى وهادي كمية التانية اللي كنت صوبت معاكم كتجي كلها بنفس الشكل فقط ما تكتروش الدقيق فاش تكونوا تطلقوا باش الحلوة ديركم كامل هاد شيكم ارضي طبا وزوينة تماما كيجو هكا بحل شي بحل شي كيكات هكا ستيتوين ستيتوين ما شاء الله كيجي بحلل وين ورائعين متصوروش حل كتجي هاد الحلوة هادي رتطبا لنقسم معاكم وحيدة باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل طرية 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 وراتبة بزف كنتمنى تكون واضحة لكم في الصورة هادي ما شاء الله هي الكمية اللي كنحصل عليها كنحصلو على خمسة وثلاثين حبة ديال الحلوة ما كتتعطاش نهائي اللفت تحضير ديالها ولا في طيبها في طيبها ضغية ضغية غير كتنتفخ وكتنشف نخرجوها باش تبقى هكا راتبة وطغية تبغي تجيكم بحل الصبلية وتجيكم هكا يامقر مشاولة بحل الكوكيس غادي تقصحوا لهجينة ديالكم يعني تقدروا توضعوا حتى نصف كيلو ديال الدقيق تبغي تجيكم هكا رتطبا بحل شيكيك غادي تعملوا غير 400 غرام ديال الدقيق هادي هي الحلوة ديالي كنتمنى تكون واضحة لكم ممكن تزينوها بخطوط ديال الشوكولة هكا كخطيطات بالأبيض او اللي بشوكولات اسود تعطيكم منظر اكتر انا احتفطت بها بهات الشكل هذا كتجي غنية بشوكولات ومكسرت اللي فيها كتجي زوينة حلوة اللي مختلفة كنتمنى من كل قلبي تكون واضحة لكم في الصورة وتجربوها وتردو عليها كنتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية